هنروح لكرة السلة رجال المنتخب الجمع مستر روي رانا المدير الفني الكندي جمع الفريق بالمناسبة هو بيمرن وقاطع في اليابان وبيجي قبل الويندو بحوالي تات أسابيع يجمع المنتخب بيختار 20 لعب منهم 6 من النادي الأهلي بالمناسبة 20 لعب مش كلهم يشاركوا في الويندو ولكن بيختار 12 لعب الستة اللي اشتركوا فيهم أو اللي دخلوا بالنادي الأهلي هم سيف سمير طبعا كابتن فريق النادي الأهلي وإيهاب أمين وعمر الجند وعمر طارق وأحمد إسماعيل وكريم حاتم المفاجأة بالنسبة لي هو كريم حاتم وكريم حاتم احنا هنا في برنامج الأبطال واستوديو الأبطال وحنا بنغير المباريات قلنا الولد ده يعني ده ابني يعني 18 سنة قد سن ولادي الولد ده هيبقى له شأن كبير جدا خاصة أنه صاني ألعاب وبيحب يلعب مركزه يعني هقول لكم حاجة مؤمن طارق خيري وهو زي كان صاني ألعاب ولكن لما طلع بقى جرد وبقى جرد حدوته نفس الكلام محمد خيري كان صاني ألعاب ودلوقتي بقى جرد وجرد حدوته يعني حاجة سوفر ولكن كريم حاتم لما كان عندي هنا وعى الترابيزة دي سألته لتوله أنت عايز تقلب جرد تقلب سوط جرد أو حاجة لأنه مش كل واحد بيطلع أنا وأنا صغير كنت صاني ألعاب لما كبرت قلبوني جرد صاني الألعاب اللي بيحب المركز ده بيتفوق فيه سألته أنت عايز تقلب قال لي لا أنا بحب المركز ده فلما قلت له كده قلت له أنت ان شاء الله هتبقى فيه إنجارد منتخب مصر وكلمة يعني روي رانا ما كدبهاش واستدعاه أصغر لاعب في منتخب مصر عن 18 سنة والله إذا ما بقول لكم دي مفاجئتي أتمنى أنه يكمل ولكن الموضوع ممكن يكون صعب لأنه هو طبعا يعني وانا ما باستبعدوش على فكرة ممكن يكون روي رانا لوجة نظر أنه يجيبه والويندو دي إحنا نكسب مطش نخش أو نطلع كاس عالم ممكن يكون جايبه عشان يديله خبرة أو ممكن يكون ناوي بعد كده يكون أساسي لأن إنت لو جبت بوينجارد في المركز ده إحنا للأسف في مصر خلينا نتكلم على الساحة دلوقتي إحنا ندي له بوينجارد دولة دولة رقم واحد هو كويس والعب خلينا نتكلم بأمان هو رقم واحد دلوقتي كمصري في منتخب مصر دولة بوينجارد تحت اسكنداري محتاجين واحد معاه دولة سنه صغير ولكن دولة مش هيتحمل عبق مطشات قوية في أفريقيا تدعى مع مطشات وراء بعض لازم يكون معا حده صغير اختيار جايد من رؤية عينا بس أنا هنا عندي كمنت فيه العيبة تانية تستهل تنضب في النادي الأهل يعني أنا برضو عندي يعني كمنت شوية على استبعاد عمر زهران بالرغم من عمر زهران يمكن المستوى قل شوية بس مش قل بالشكل إن هو طب هبقى مين ريح شوية ويستعد مستوى تاني يعني عمر زهران مفروض خلاص يبقى من أعمدة منتخب مصر ما ينفعش يطلع برا أنا وجهة نظري كده النهاردة أحمد إسماعيل فعلا اختيار وإحنا قلنا الحلقة اللي فاتت أو قلنا التجمه واللي فات قلنا أحمد إسماعيل لازم يكون موجود في المنتخب وقت كان عمر زهران لازم يخش كان لازم يدي المؤمن خيري المؤمن خيري ماشي كويس كان لازم مؤمن خيري يخش هيخش أنا بقول لكم مؤمن خيري هيجي عليه الدور يخش ولكن أنا بتكلم في التجمهة دي إيه يعني لما يبقى وعشرين طيب ما تخليهم خمسة وعشرين والجيب اللعبة دي تاخد خبرة خاصة أن أنت إحنا بنقول من منطلق حصنا على المنتخب وإن شاء الله يستطيع التأهل طب منتخبنا داخل لواندو إيه في المركز الثاني بعد جنوب السودان جنوب السودان ضامن التأهل لكأس العالم منتخب حدوتا جنوب السودان عاملين منتخب بيحكي عنه العالم كله مش بس أفريقيا إحنا في المركز الثاني تالت ورانا السنغال حتى لو تسوينا مع السنغال إحنا لنتقهل طيب ليه؟ لأن إحنا كاسبين السنغال مباراتنا هنا فرق حاجة وعشرين بونت وإحنا خسرين من السنغال هناك فرق باسكت فرق الاسكور ما بين الموجات المباشرة لصالحنا ولقدر الله يا سيدي وده صعب جدا أنت هتكسب مبدأين مطش الكاميرا إن شاء الله هتكسبه وتكسبه لأن الكاميرا جاية يعني رفع الراية البيضة لأنها خلاص ما لهاش أمل في التأهل وتونس نفس الكلام لهاش أمل في التأهل لأنت هتلاعب الكاميرا وتونس وهتلاعب جنوب السودان والسنغال هتلعب ثلاث مطشوات نفسك زيها لأن السنغال جاية من المجموعة بتاعتك في التصفيات فأنا أتصور حتى لقدر الله وده مش هيحسن إن شاء الله إنت خطي ثلاث هتخش حسن توالد ودي مش هتحسن ونفكر في الخطوة اللي بعد كنا لازم نطلع كاس العالم مش عشان نطلع عداء مشرف نطلع كاس العالم نكسب لنا مطش في المجموعة ننشن على فرقة ونروح نكسبها لو ما عملناش كده يبقى محتاجين شغل أكدر وهنتكلم عن الموضوع ده باستفادة في وقت تاني